ما رأيك العربي زيتوت ما هو المغرش فعلا السؤال الكبير ولا يبدو أن الجزائر كان يقول نايت بلقاسم بأن الشعب تعلم الدروس هل يبدو له كذلك هل نخب هذا الشعب كذلك تعلمت الدروس يعني الذي يتابع النقاش مثلا يناير وعن نتحدث عن يناير لا يبدو كذلك يعني للأسف بدوري أبادل التحية وأتفق معه أتفق معه أن الغالبية الغالبة من الشعب الجزائري تعلم الدروس بل كان يعرف الدروس حتى قبل أن تحدث ولذلك كان شعب جزائري ضد انقلام وأنا استغرب للأخ ذراع لما يقول أن الشعب كان خايف من الجبل الإسلامية والشعب كانوا خوفين من انتخب جبل إسلامية؟ ليس شعب جزائري أم أننا جبناهم من المكسيك أم من المريخ وربما قصدوا قطاع كان هناك قطاع من الجزائري قطاع كان هناك قطاع للأمانة كان هناك قطاع يجب ان اعتراف تحديد المصطلحات لا تقول لش الشعب عندما نقول الشعب بالمعنى العام مشكلة طبعا هناك من لدينا بالعاية هم من أصحاب هذا الرأي هناك من يقول الانتخابات في النهاية كانت 12 مليون ناخب سوتين الفيس 3 ملايين ناخب طبعا رؤية بالنسبة للمحمد العماري رؤية فاشية أن هؤلاء كانوا مستعد لقتلهم جميعا في أي مكان في العالم الانتخابات يومها كانت حوالي 65% المشاركة انتخابات 65% مرتفعة ورح شوف دركة المشاركة في الجزائر كم هي لما ينفخوها وينفخوها وينفخوها نحن نعرف في الغالب يضربوها في ثلاثة تطلع 45% طيب أنا ذاك كانت الانتخابات 65% إلى 67% المشاركة الذين سوتوا للفيس 3 ملايين سوتوا بالفيس هل يفردوا رايهم على 12 مليون من يطرح هذا الرأي؟ ما هي في أي مكان في العالم في أي مكان في العالم الأغلبية النسبية ما فيش أغلبية مطلقة في الغالب يعني انت بالعكس هل ترامب الآن اللي ره يدير في هذا الفوضى العالمية كلها الشعب الأمريكي انتخب أكثر لكلينتون ولكن النظام الانتخابي الناخب الكبار الناخب الكبار خلاه يكون ترامب هو الرئيس هل قاموا منقلاب ضده؟ أنا أجيك شاهد آخر كاميرون اليوم ماكرون اليوم أقل من 25% اللي إزابروف أبروف كماكرون هل نقوم بضده ويقوموا العسكر فرنسا بالانقلاب ضده؟ تيريزامي أقل من 23% هل كانت مبررات القول كذلك هل كان هناك تلاعب في النهاية وهؤلاء تلاعبوا من البداية حتى يعطاها الفيس ترخيص على أساس أن قانون الجمعيات لم تكن أعزابا الجمعيات على أساس دينيا أو إرقيا شوف شادلي بن جديد كان مؤمن بفتح المجال السياسي كان مؤمن وبكاءه يوم 10 أكتوبر 88 كان واضح أنه الرجل محق وصادق فيما يقول نقدر نختلف مع أشياء كثير في شادلي أو نقش سياساته كان راجلا كان مجاهدا وكان صادقا حتى ولم يكن كفء ربما لرئاس البلاد لكنه في النهاية ظهر شادلي بن جديد عملاق بالمقارنة مع الأقزام القتلى الذين جاءوا فيما بعد لماذا؟ لأنه مضى وقال أنا أعطيت كلمة للشعب ومضى؟ كان يستطيع أن يبقى رئيس لو قابلا ضغط العسكر ثم القول أن الفيس اخذها ثلاث ملايين هو أكثر من ثلاث ملايين لكن دعونا نقول ثلاث ملايين يا أخي كنت تقبل الانتخابات والديمقراطية شوف أنا مسلم لو كان نجي نقول لك نقول لنا أننا مسلمين نقول لنا نخلص هيا نروحوا لكتاب الله نحن مسلمين لكن الناس لا يشتراوها لكتاب الله وراحت لي الديمقراطية فقبل الديمقراطية أنت عقلاني وربما علماني لكن عندما يكون هناك خطاب يقول الديمقراطية كفر ويصل الحكم باسم هذه الديمقراطية كان بالإمكان قلت لك في الخطابات ستجد كل الخطابات بما فيها هنا بكتورو يقول ليعتبروه زعيم الإنسانية لو تقرأ في كتاب لوران ولا لورين لو تقرأ يقول لماذا فرنسا لا تقطع رؤوس الجزائريين كما يفعل الأتراك هذا يعتبروه زعيم الإنسانية أو مفكر الإنسانية أو كاتب بار الإنسانية ولميزيرابل وكل شيء إذن كاين لو كان نجو نأخذوا كلمة منه وكلمة منه وكلمة منه لكن الخط العام هل عبد القادر حشاني قائد الحزب آنذاك كان يقول ديمقراطية كفر لم يكن يقول ذلك طيب جميل